في الفترة دي النادي الأهلي في مرحلة أشغال كروية شقة والله العظيم أشغال كروية شقة بقالنا ادي إيه في الموال ده؟ بقالنا ادي إيه؟ مع حضراتكم بقالنا 4-5 سنين في الـ 4-5 سنين دول احنا خدنا تقريباً تقريباً 3 أسابيع ده دي الفترة الكبيرة جداً 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 اللي خدناها ما بين الموسم اللي فات والموسم ده 3 أسابيع الجزء حاجة وعشرين يوم في كم سنة؟ في 4-5 سنين في 4-5 سنين فيه لعبة مكملة وفيه تدعيمات ولكن التدعيمات في منهم ناس بقالها سنتين في ناس بقالهم 3 سنين في منهم ناس السنة دي بس فيه ضغوطات جمدة جداً 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 على النادي الأهلي كويس أولاً النادي الأهلي بيحارف في كذا اتجاه بيلعب في كذا بطولة ومش أي بطولة ومش أي بطولة والنادي الأهلي ماشي كويس والأرقام والأرقام هي اللي بتحكم في الآخر والتاريخ ما بيذكرش غير الأرقام التاريخ ما بيذكرش غير الأرقام طيب قبل ما أبدأ كلامي في النقطة دي أنا عايز حضراتكم نرجع بالزمن الورا كده موسم 2001-2002 كلنا كلنا فاكرين نتيجة ماتش الأهلي والزمالك في الموسم ده النتيجة لحد الوقت في الزاكرة ومش حطومها ستة واحد فاكرينها كويس قوي احنا فاكرين عدد بطولات النادي الأهلي دوري كاس بطولة أفريقيا كونفدرالية سوبر أفريقي حتى مشاركات كاس العالم للأندية برونزيات كاس العالم لخد النادي الأهلي فاكرين ماتش ستة واحد فاكرين ماتش ستة واحد لكن طبعا ناس كتير تعرف إن في الموسم ده برغم الفوز ستة واحد على الزمالك ما خدناش البطولة طيب المعضلة بقى اللي هي الأساسية اللي كل بيتكلم عليها احنا بنقول ماتش ستة واحد كلنا فاكرينه ودي حاجة ما تتنسيش ستة واحد ما تتنسيش أبدا ولكن في الموسم ده ما خدناش البطولة طب التاريخ بيذكر إيه؟ التاريخ بيذكر الأرقام اللي انت حققتها أرقام البطولات أرقام البطولات ليه؟ لأن انت بتلعب كنادي أهلي بتلعب على هدف هدف فيه أهداف سامية زي ما قالوا جماعة كده منتمين لنادي طلع عشان ينافس النادي الأهلي ولكنه حتى الآن فاشل المهم انت بتتكلم على أهداف كتير وكلها بتصب في الآخر للهدف الأساسي إنك انت تاخد البطولة تنافس وتاخد بطولة وده الهدف الأساسي طيب هو هدف النادي الأهلي الأساسي ده لما التاريخ بيقول أرقام قولك النادي الأهلي مثلا خد بطولة الكاس 9 أو 30 مر خد بطولة الدوري 43 مر حيقولك التاريخ في 43 مرة النادي الأهلي كان في 43 مر مش كويس حدش هيقول كده حد فاكر السنة اللي فاتت لما خدنا الدوري وبرضه كان فيه عندنا أشغال شقة كروية احنا لعبنا كان ماتش وحش وكان ماتش حلو مفيش محدش يعرف ففيه ناس بتقسى وبتضغط جمد جدا 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 في التوقيت ده على اللعيبة وعلى المدير الفني قد نختلف في بعض الحاجات مع المدير الفني قد نختلف قد يختلف البعض واحيانا كمان بنقول لأ عنده حق لأ هو القدرة لأ هو مدير فني لأنه مفيش مدير فني عايز يخسر لكن ممكن نختلف مع عاجات معينة ولكن لازم نسنده ما احنا بنانتاخد وبنقول احنا رأينا كذا ولكن هو المدير الفني لعبتنا لعبتنا دي انا قلت لحضراتكم المرة اللي فات احنا كنا بنلعب ايه ماتش كل 4-5 تيام زمان وبعدين احيانا كمان بيبقى فيه ماتش كل اسبوع نلعب دوري وكاس وبطولة افريق هي هذه البطولات اللي احنا كنا بنخشها واحيانا بطولة العرب او بطولة العربية دي جات في الاخر كمان يعني في اول التسعينات فاحنا بنتكلم على 3-4 بطولات طول السنة النادي الاهلي لو نيجن بقى نحسبها ما احنا بنحسب ارقام برضو لو تيجي حضرتك تحسب للنادي الاهلي السنة دي من اول ما بدأنا بدأنا ازاي؟ بدأنا على بطولة بدأنا على بطولة كاس السوبر الافريقي مزبوط؟ ما هو الناس فيه ناس مصدرة مصدرة للبعض ان النادي الاهلي بيتجامل وبيتأجله ما تشاته وقاعد وانا انا قلت الكلام ده برضو الستوديو اللي فات قاعد مريح وقاعد في البيت اللعيبة قاعدة وعطين رجلة على رجل طب ما تيجي نعمل مقارنة بسيطة بالارقام طب لا ما احنا بنتكلم على الارقام احنا بنتكلم على منافس معايا وإحنا بنقول القطب التاني مع النادي الاهلي اللي هو نادي الزمالك طب ما تيجي نعمل مقارنة بين عدد مكشات النادي الاهلي السنادي السنادي وبين المنافس اللي هو نادي الزمالك ماشي؟ بالارقام انا قلتها المرة فات بس من غير ارقام النادي الاهلي السنادي لعب في كل البطولات ستة وتلاتين مباراة لحظة بقى لما نقف عند الستة وتلاتين مباراة هنقسمهم ازاي؟ اتناشر ماتش في الدوري اتناشر ماتش في دوري ابطال افريقيا ماتش في السوبر الافريقي ماتشين في السوبر المحلي اللي اتعامل في الامارات والنادي الاهلي كسبو كاس العلم للاندية ثلاث مباراة كاس مصر نسخة السنة اللي فاتت مبارتين الدوري الافريقي المستحدث بطولة الدوري الافريقي المستحدثة اربع مباراة شفتوا حضراتكم النادي الاهلي لعب في وقت الدق لا ولما نيجي بقى نتكلم عن الوقت الموسم بدأ امتى؟ بدأ في سبتمبر ماشي؟ ولكن كان فيه توقفات كتير توقفات دولية وفيه تقريبا شهر كامل او اكتر من شهر كامل كانت بطولة الامم الافريقية يعني هجيب لحضراتكم الارقام كمان النادي الاهلي لعب عدد مباراة دول في وقت الدق كويس؟ ده النادي الاهلي لعب السنة دي عشان واحد جاي قال لي انتو بتكلموا عن ان انتو مضغوطين وان الرابطة عملالك اربعة مالشات في عشر تيام طب ما تقريبا الترجي التونسي حيلعب اربعة مالشات في نفس الوقت ده تقولوا الترجي التونسي لعب زي النادي الاهلي السنة دي في البطولات دي كلها الترجي التونسي لعب السنة دي المالشات اللي لعبها النادي الاهلي لحد دلوقتي لا فما تقارنيش بيني وبين الزمالك وبين الترجي التونسي ما حدش يتقرن بيا. انا بالارقام ما حدش يتقرن بيا. لا النادي الاهلي مضغوط ضغطة جمدة جدا جدا جدا. نيجي بقى للزمالك اللي هو المنافس. القطب التاني. لعب في كل البطولات سبعة وعشرين ماتر. سبعة وعشرين ماتر. من اول السنة لحد النهاردة. في الدوري اربعتشر مباراة. استناني بقى في الجزء ده. لما نتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي. لعب في الدوري. اثنشر مباراة. نادي الزمالك اللي ملعبش بس غير الكمفدرالية. وكاس مصر. مباراة اللي هي بين الاهلي والزمالك. زايد عن النادي الاهلي قد ايه? لعب ماترين زيادة في الدوري عن النادي الاهلي. لعب ماترين زيادة عن النادي الاهل. بس. والنادي الزمالك مشارك فيه? في الكونفيدرالية بس. عدت لحضراتكم اربع خمس بطولات لعيبها النادي الاهل. النادي الزمالك حداشر مباراة في الكونفيدرالية. واربعتاشر في الدور. ونسخة السنة اللي فاتت اللي ما تشن بتوعكس مصر. بصوا بقى واخد بالحضراتكم العدد. شايف عدد عدد المباراة ازاي? وعدد البطولات والبطولات فين? اللي شارك فيها النادي الاهلي?